في العمل الثاني لأنه قصة الحب تطورت في 2019 كمنا بإنتاج طبيب الإنسان طبيب الإنسان هو قصة المجاهد دكتور وهراني فتحي مصطفى ويكفيني شرفا أنه كان واحد من بين أصدقاء واحد من رؤساء الجزائر ألا وهو الرئيس بنبلة عند بداية العمل كنت نحن نخدم وفق قاعدة معينة أو كما يقولون شهادة كلاسيكية شهادة حية لكن عندما انتقيت الحفيدة تاعو جات مع أمها للمطار يعني في استقبالي لتحضير لتحضير البريفينج فاميلياليتو شفت هذيك لا فيه شغوفة بتمثيل عندها من مورفولوجي لا أتكلم عن الجمال الحضور هذا تكلمت معها قلت لها وشرايك لأمها أن نغير خارج الطريق قلت لها راح نشتغلوا على فكرة أن الجيلان الإسم التاعها هي اللي رايحة كل مرة تلتقي مع أصدقاء جدها وراح يكون في رمزية إلى تواصل الأجيال يعني أن الحفيدة تاعكية لتحوص على استوارتك هناك كان فكرة وانطلاقا من جدها الله يرحمها اللي كانت كما يقولون هي تاني مجاهدة والجميل والحزين في نفس الوقت في القسة هذه أنه جدها مدتنا شهادة تاعها وشهر من بعد وفات يعني أنا في العرض شرفي الذي أقيم في وهران يعني تأجل الأمر كثيرا لظروف الوبائته لكن في العرض شرفي لما يعني الجنريك الأضواء أنيرت من جديد شفت أكثر من شخص يعني يبكي كي نقوله يبكي ماشي شرط تكون مرأة لأننا نحكم على مراهية التي تؤثر الأول يعني شفت المساج ظلم وعدة المساج كان قوي قوي لدرجة أنه تتخيل أنه كان فريق عامل كبير وراء هذا العمل يعني هذا عودة لرمزية الفكرة في العمل شكرا للمشاهدة